اشتركوا في القناة من ليس مصاب أجرى مسحة ولم يحصل على النتيجة بعد قالنا مدير المخيم بأنه يطالب المنظمات بحجر من هو ليس مصاب إخراج من هو ليس مصاب خارج هذا المخيم سنقوم بجولة سريعة داخل هذا المخيم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحكينا عن الوضع هم بالمخيم حسب كلامك أنه العدد الأكبر هم مصابون تقريبا لأنه عملنا أول مرة أخذنا إنصاب واحد فأخذنا 12 واحد على التحليل فتطلع منهم 9 مصابين البقية ما بقى يسجروا يعمل مسحة فيه تقريبا شيء خمسة يستعملين مسحات بس البقية ما بقى يعمل مسحة لأنه ما بقى اللي صار إنصاب نبز المجتمع هون صار ما يفوت عبيته يقاطعوا ما بقى يسجروا روح على الشغل بخاف يفسروا من شغله ما بقى يسجروا روح على الشغل ما بقى يفسروا من شغله فالأغلبية بتوقع يعني في فوق الأربعين مصاب بالمخيم أربعين مصاب من أصل كم؟ من عائلة 200 عائلة طيب هدول المصابين نحن مثل ما نشايفين خلين نمشي مثل ما نشايفين أنه مخالطين من شوي قلت لي ليكو هذا كورونا عبيمشي بالشارع يعني رجل مصاب وعبيتحرك بين الناس ما طالع أين بديروه؟ التباعد مستحيل التباعد مستحيل لأنه فسنا نفوت على هذا البيت تفرج عليه هذا عنده مصاب؟ هذا المصاب الحجي مصاب هذا الحجي مصاب؟ السلام عليكم ندخل معلش؟ كيفك حجي؟ كيف صحتك إن شاء الله بخير؟ الله يسأل مك مصاب حضرتك بالفيروس ما هي؟ إيه والله إمتى طلعت المسحة؟ سألنا والله عشر تيام ميت ميت لعدي ميت لعدي لاحق بلع ولاحق أبري ولا أبدا أبدا يعني الظروف المعيشية صعبة بس حجي ما نك عامل حجر صحي لحالك عايش بين العائلة؟ أنا وهالحرمي طيب أنت مخالط زوجتك طيب كمان مصاب؟ على أغلب مصاب طيب أنت ما بعادت عنها يعني ضليت عندها؟ لك أنا نام لحالي وهي حالي طيب ما في مجال أنك تروح تقعد بمكان تاني؟ ولا ما في غير هالغرفي؟ ما في غير هالغرفي يعطيك العافية؟ هاي الحجي مصابي وقاعد هي أولادها سوا؟ هاي الحجي قاعد مع أولادها في غرفي واحدة أكيد مصابي لأنه عراضها صلى أسبوع أعراض؟ طيب كيف لحتى ينبذوها؟ ليش لحتى ينبذ هذا مرض؟ الناس عا بتخاف منه الناس عا بتخاف منه بيقول لك أذا بدروع الشغلة هذا ما بيخلوه يشتغيل هذا ما بيفوت عبيته مثلا بيجي أنا بيقوم قلت لني أخذ البيت مصاب لا تفوت عليه يكون أخذ عخاطره المصاب طبعا أيضا هناك من يخفي إصابته بعد أن يجري مسحة وتظهر إيجابية يخفي المسحة يخفي النتيجة ليش بيخفو النتيجة عندك؟ أنا مصاب أنه في ناس بتخفي النتيجة خاف أنه تبعد عنه الناس باعد عنه الناس بطبيعي يعمل حجر مثلا مثلا هم محجور هذا الأخ محجور هذا محجور؟ مصاب حجر تعير وليك هاي العيلة قاعدة عائلتين سوا هون الأخ عندهم الوالد مكسور في نفس الغرفي فالوالد متشطح أتاخد والابن متشطح بره أتاخد السيد أنزل قطة بقولوا الحجر السلام عليكم كيف تحجر أنا وبيته ديق أربع يالف الدور هاي أربع عائلات بغرفة وحدة كيف بدي الحجر؟ لكن الزلم هذا ما صاب ليك وكسير الولد هذا الحاجرته وأنا حاجرته بره هلا قني بره لحوله كيف بدي الحجر؟ يعني بيت ديق وكيف الحجر بدي يصير منع بعريف يعني وين بدك تعزليه مثلا؟ أين بدك تعزله خير أبقلوا لا أعزله أين بدك تعزله أين بدك تعزله أين بدك حطه؟ للعزل؟ البدي العزل بدي يكون عنده غرفة مستقلة لحوله مشان ما حد يفوت عليه ولي حدي عرض خلقيني وهي حالتنا بالشفاء إن شاء الله يعطيكم ألف عائلات نايم نايم السلام عليكم نايم طبعا هذا أحد المصابين بحالته إيجابية مثل ما ذكرت الوالدة المصاب أنه يعني يصعب جدا حجره هم حاجرينه طبعا الآن نحن دخلنا بفصل الشتاء والجو بارد حاجرينه بره أمام في الصالون يعني أمام الغرفة بالليل بيدخل لجوه ولا بيضل نايم هون؟ شو كي بدي فوين بدي فوته لجوه كي بدي فدي لعدي أخوته ما بحضل كمان نايمه أكا أنه بدي أحمله حرامات هيك وعب حطه حرامات وبخليه جوه بره محجور أهلا وسهلا هاي العائلة مطبقة الحجر هاي العائلة الوحيدة اللي مطبقة العزل نعم هاي مطبقة العزل هاي العائلة مطبقة والبقية ما في حدا مطبقة لا في مصابين صغار من شوي شفنا طفل قالوا هذا طفل بس من شوي فأممكن طبعا مشاهدين الكرام نذكر بأن هذا المخيم هناك العديد من الحالات مدير المخيم كما ذكر طبعا هذا الشاب مدير المخيم بقال لي بأنه يريد من المنظمات عزل المخيم هل هذا صحيح؟ بتمنى ينعزل المخيم يا أما ينعزل المو مصاب ينعزل المو مصاب يطلع بره المخيم اللي ساق وين بده يروح؟ يعني اللا خيله محالة نحطه فيه بما تروح الوباء عن الناس السلام عليكم إيجابة ولا سلبي؟ في هون إيجابة؟ الولد مصاب هذا إيجابة هالولد هذا ولكن عزلينه بره ما في غير طبعا كما ذكرنا بأن كافة أمور العزل والحجر الصحي هنا تكون في العراء في الخارج خارج الغرفة العائلات هنا لا تمتلك سوى غرفة واحدة فبالتالي لا يمكن أن تقوم هذه العائلات بالعزل شقد أمره هذا الولد؟ 16 إذن هذا طفل 16 عاما مصاب بي السلام عليكم كمان إيجابة؟ أنا عندي زوجة حالتي إيجابية وأنا عملت السمات اللي نتجت أنت مخالط لزوجتك زوجتك حالتها إيجابية شو هي الأعراض اللي كانت على زوجتك؟ الأعراض هي هي أكتب أول شيء فقط الحاسي التزوق تزوق تزوق مبغا تحسيني الحمض من حلو ملمر بريض وفي الأعراض تاني مثل الأعراض القريبة في الزبط هي اللي هي ديق التنفس إنت إيجتك شيء أعراض رح تعملت مسحة بدون أعراض ولا إيجتك أعراض؟ إيجتنا أعراض ألا من مفاصيل ألا حكي من قوانت مبارحة وزيد المخالطة فرح تعملت مسحة السمات لات نتجي وظليتوا ساكنين سواء بنفس الغرفة والأمور تمام؟ إحنا غرفتنا أين صغيري أمام أكثر والأطفال معكم؟ الأطفال معنا وهيك ما في مشكلة؟ في أي شيء تاني يعني غرفت أنا غرفت مترين بأربع يعني واق واق مدروخه ها هي يعطيك العافية أهلا سعلا سعلا شفا إن شاء الله خلينا نكمل المخيم ازدحام كبير المخيم؟ المخيم في ازدحام كبير 200 عائل ما أنا شايفين حدا عامل تباعد اجتماعي مع أن الفيروس بلش بالمخيم المخيم زحم كتير يعني الغرف كل غرفة عائلة ما في غرفة عائلة أخذ غرفتين كل عائلة وغرفتها فالتباعد هلأ بدفوتك على داخله هون في 8 عائل 8 عائلات مصابين بشكل كامل؟ فيهم مصابين والتالي مخالط فمع بيقبل يحلين ليش ما بيقبل يحلين؟ بيخاف أنه يصطلع معه نتيجة كورونا بيخاف ليش بيخاف؟ بيخاف أنه مثلا البكرة ما يطلع على الشغل يروع على الشغل يقوله طيب نذكر مشاهدين هذا أمر هام جدا بأن من لا يريد أن يجري هذه المسحة خوفا من أن تكون هذه المسحة إيجابية فبالتالي لا يستطيع الذهاب إلى عمله كافة الطبقات التي تعيش هنا هي طبقة فقيرة جدا وناس فقر لا يوجد عمل بطالة تقريبا 99% فبالتالي في حال ظهرت هذه المسحة إيجابية لا يمكن له أن يذهب إلى عمله فبالتالي سينبذ من قبل صاحب العمل ولن يتمكن من العمل لمدة عشرون يوما غالبية العائلات هنا لا يمكن لها أن تقف بدون عمل هذه الفترة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عندكم حدا مصاب إيجابي؟ كل الدخل إيجابي كل الدخل إيجابي كل الدخل إيجابي فيها عربعي شخص مساحة ستين متر ستين متر مصاب وأنا بطلب منكم ينحجر حاله لما مصاب اللي سلبي ينحجر حاله لأن المخيم من أوله لآخره مصاب مصاب المخيم فيه 200 عائلي يعني تقريبا قليل من قليل ما مصاب سلبي ليش ما أنا عبتستعملي الكمامي مصابي بديك تستعملي نكمل هذه الجولة مشاهدين العزاء طبعا مشاهدين العزاء كما ذكرنا كافة الناس هنا مصابون بفيروس كورونا الكثير منهم لا يريد أن يقول بأنه مصاب الكثير منهم أجرى مسحة ظهرت إيجابية لا يريد أن يقول بأنه مصاب كي لا يخسر عمله كي لا يقوم أحد بالابتعاد عنه طبعا هناك سبب آخر والسبب الأهم هو لا يريد أن يخسر العمل حقيقة بسبب كما ذكرنا أن الأوضاع المعيشية هنا صعبة جدا لهؤلاء النازحين إذن نذكر بأنه حتى الآن بموجب مدير المخيم عدد الحالات الإيجابية كثيرة السلام عليكم وعليكم وين كمامتك حجي؟ أعطيل كماما أعطيل كماما أعطيل كماما بس عبسألك يعني ليش ما نكلابسها؟ والله موجودة واصلعات فجأة أو ما نحاس بحسابي يا سازي طيب المخيم في عدد كبير من المصابين أخدين احتياطاتكم أنتوا بالنسبة لها الموضوع؟ بالله ما في الإمكانيات الكاملة لأخذ الاحتياطات بالعربي يعني ماذا؟ الكمامات يعني في استهتار بالموضوع في نوع من الاستهتار بالموضوع حتى عندما نطلع وسطات فجأة ما لبس كمامة أستاذ يعطيك لعب موجودة الكمامة يعني بس عدد في استهتار بالموضوع بشكل لحقيقة في استهتار بالموضوع بشكل وفي عنا نسبة حالات إيجابية بالمخيم موجودة يعطيك لعب إذا مشاهدين الكرام أكثر من عشرة آلاف طبعا نشاهد في هذه الصورة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي نشاهد هذه الحالة العامة دائما يكون هذا هو المظهر في هذا الشارع مثلا أستاذ على التباعد الاجتماعي اللي عم تقول عنه الظروف ما بتسمح أكثر من هيك لا يطبق وظروف التكاثف السكاني ما بتسمح بالتباعد الاجتماعي ظروف التكاثف الاجتماعي ما بتسمح بالتباعد الاجتماعي طبعا نذكر بأنه الكل يمتلك غرفة واحدة فبالتالي لا يمكن أن يتم الالتزام بموضوع التباعد نذكر أيضا مشاهدي الكرام أن ما يقارب عشرة ألاف حالة إيجابية في مناطق المعارضة السورية فقط يوم أمس من خلال ألف مسحة تم أخذ ألف مسحة ظهر منها ما يقارب 450 حالة إيجابية أي نستطيع القول بأن 50% من الحالات التي يتم أخذ مسحات لها تظهر إيجابية لكن في حال كان هناك عشرة ألاف مسحة مثال بشكل يومي مثلما تفعل بعض الدول يعني هذا أننا سنخرج بأكثر من 3000 إلى 4000 حالة إيجابية بشكل يومي وين؟ هم في حجي مصعبي ممكن مصعبي؟ إذن يا حجي السلام عليكم كيفك حجي كيف صحتك؟ خليك 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 مرتاحة معلش ندخل كيفك كيف صحتك؟ صح الله الله كيفها كنتي؟ حضرتك مصابة بالفيروس؟ نعم من بجي شهراني قالوا لي روحي خفيفة بعملوا لي عملي للغضي قال لقمان بس أننا عملي من دكتر حجرة واحجورة بها الغرفي قال لا جابوني لها يعني حضرتك عملتي مسحة شي أو لا ما 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 بعرفة شعملوا لي بدلي حلقي بجاني بس أني بلعب تطول وبتقني هالبردية وبقاح بهاللايل وبقاح بهاللاي بقاح لحالي وضوي بماما وضوي مناع بمسكة لأو خيد اليوم هل ساطعة بيطلع قوالي خمس ايام ولا اتو مبارا مهند كتب لي حد هواء ما اجبته يا اخي حق ثلاثين الف ما قلت له معاشي اخد له مقاربي ويمكن انا عدا يتبني خالي عندك ابن حالته ايجابي والله مبارا حقا بيقول له حالته ايجابي بالشفاء ان شاء الله رحمة النادر قل له اشو خالي ماشي بالشفاء ان شاء الله الله يشفي قلبك الله يوافقك يا رأي اذا مشاهدين الكرام كما نشاهد الكثير من الحالات لا تعلم اصلا انها مصابة بهذا الفيروس والكثير ايضا لا يريد ان يقول بانه مصاب والكثير ينتظر المسحة نتيجة المسحة الخاصة به اذا مشاهدين الكرام هذا هو احدى هذا وضع احدى المخيمات هنا في ريف ادلب الشمالي مخيم التنمية كما ذكر يطالب هذا المخيم او مدير هذا المخيم الجهات المختصة المعنية المنظمات بحل لهذا المخيم مع تزايد عدد الاصابات كيف نطالب بتعقيم المخيم بدنا احدى يعقمه لحد الان ما تعقم ولا مرة وما في مواد تعقيمية بالمخيم يعني مثلا بتقول الواحد عقم بيتك بيقول لك ايه جيب لي على البتكلور اعطيني لوح صابون عم نحكي عن وضع معايشي صعب يعني هاي المرة هاي المرة مسلا المرأة ذكرت انه وصفوا لها دواء ما جابت الدواء لانه ما معها حق دواء يناه ورات عبي بصفوا الزيترو للأزيترو لحوالات الكورونا ما حدا معه حق دواء الزيترو بيكون ضالب بلا يقل لكي الله بطيب بدون دواء بدون دواء الاخمد المخيم هو العبي طالب بهالموضوع لكن احنا بشكل عام المخيم كل ياته يفتغر للشغلات المطلوبة اخيو للمعاقمات للمواد النظافة تحميها الاطفال وتحميها العالم اخيو نطالب المنظمات نطالب الفاين خير اخيو التغييد بموضوع هالبشر وهالاطفال والعالم شكرا طبعا مشاهدين الكرام كما ذكرنا بان يوم امس فقط من خلال الف مسحة في المناطق التي تستطيع عليها قوات المعارضة ظهر 450 حالة ايجابية اي النصف اي كل 50 بالماء من الحالات التي تجرى لها مسحات تكون ايجابية هذا يعني ان الفيروس ينتشر بشكل سريع ونذكر ايضا بان معظم المستشفيات وببيان من خلال منسقو الاستجابة ومدرية الصحة معظم المستشفيات هي ممتلئة بشكل كامل من خلال وضع الحالات الخطرة على اجهزة التنفس فبالتالي لا يوجد اي اجهزة تنفس اضافية لاي مص نصاب يتكون حالته خاطرة نشكركم مشاهدين الكرام جزيل الشكر والى اللقاء